صدمة كبيرة تلقاها نظام الجزائري وجنرالات عسكره والبوليساري بعد سقوط دفاعهم بالكونغرس الامريكية اليميني المتطرف السيناتور جيمس انهوف والذي خسر مقعده لفائدة عضو من الحزب الديمقراطية بعد ان غنم الملايين من اموال الجزائرة وشكل سقوط السيناتور جيمس انهوف عن ولاية اوكلاهوما الذي كان يشغل رئيس لجنة الدفاع والامنة بمجلس الشيوخ الامريكية صدمة للنظام الجزائرية وهو الذي يعتبر بوق داخل مجلس الشيوخ الامريكية والناطق الرسمي لعصابة البوليساريو وكان يدافع على جنرالات الجزائرة بعد تلقيه اموال ضخمة لم تنفعه حتى في تمويل حملة الانتخابية لمعاودة الحفاظ على مقعده بمجلس الشيوخ واستمرار دفاعه عن اطروحة مرتزقة البوليساريو وعرابها النظام العسكري الجزائرية فضائح الجنرالات وهرهم لاموال الشعب الجزائرية افتضحت مع جيمس بيكرا المبعوث الخاص للامين العام الى الصحراء المغربية سنة 2002 بعد ان تسلم من خزينة الجزائريين شيكان يقدر بمئتي مليار سنتيم اي حوالي مئتي مليون دولار واتفاقيات تسيل اللعاب لشركته بولاية تكساس كما شاءت الاقدار ان يفتضح امر كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي لحقوق الانسان بمئتي مليون دولار ولم تصرح الا بمئة مليون دولار كدعم خارجية ونجحت جمعية صحراوية في فضح مخططاتها لخدمة اعداء المغرب ونددت بالطابع المنحاذ لتقرير المركز الاولية حول حقوق الانسان في الصحراء خدمة لاجندة الجزائر وعصابة البوليساريو كما نالت بدورها الانفصالية امينة حيدر نفس المصير بعد ان تبرأ منها مقربوها في الصحراء المغربية كما ان النظام الجزائري افتضح امره في تمويل محامين وكتاب واعلاميين وسياسيين في اوروبا وامريكا وافريقيا لمهاجمة سياسة المغرب ثقوط جيمس انهوف المنتمي لليمين المتطرف في الحزب الجمهورية يعد خسارة للنظام الجزائري الذي بدد اموال الجزائريين على نزاع مفتعل وضيع ثنوات من تطور الاتحاد المغاربية بشهادة سياسيين من دول مغاربية شقيقة ان النظام الجزائري قد اضر جل الدول المغاربية وليس المغرب وحده ومن ابرز دفاعات هذا اليمين المتطرف هو تزعمه في ابريل 2009 ضمن سبعة اعضاء من مجلس الشيوخ توجيه رسالة مضادة للمغرب استهدف من ورائها التأثير في المناقشات التي عرفها مجلس الامن الدولية حول قضية الصحراء وتمديد بعتة المينورسو بها كما انضم الى 33 من اعضاء مجلس الشيوخ من بينهم ادوارد كينيدي وروسل فينغولد وبادريك ليهي في توجيه رسالة اخرى الى الرئيس اوباما يدعونه فيها الى دعم البوليساريو وهي الرسالة التي حركها اللوبية الجزائرية للرد على رسالة مماثلة قام بها العشرات من الاعضاء في الكونغرس الامريكية دعوا فيها الرئيس اوباما الى دعم مشروع الحكم الداتية الذي تقدم به المغرب من اجل حل نزاع حول الصحراء واخر دفاعات السيناتور جيمس انهوف الفاقد لمقعده بمجلس الشيوخ مستغلا منصبه كرئيس للجنة القوات المسلحة هو يوم 22 نوانبر 2020 بعد اعتراضي على تدخل القوات المسلحة في المنطقة العازلة القرقرات السيناتور انهوف لم يتردد عن التعبير وبعبارة قوية عن قلقه اذا اتفاقم التوتر على مستوى القرقرات بعد ارسال قواتي للشيش المغربي الى هذه المنطقة العازلة التي قامت بعرقلتها عصابة البوليثاريو وكانت الملايين من الدولارات التي تلقاها السيناتور الامريكية ثببا في قطع علاقاته مع الرئيس الامريكي دولان ترامب بعد اعترافه بثيادة المغرب على الصحراء وفتح قنصليتنا بمدينة الداخل تتويجا لزيارته الناجحة الى الداخل لبث وفد امريكي رفيع المستوى برئاسة مساعد كاتب الدولة الامريكية المكلف بقضايا الشرق الاوسط وشمال افريقيا ديفيد شينجر الذي يميز الصحراء المغربية ولبث السفير الامريكي في الرباط ديفيد فشير دراعة صحراوية متبوعا بالمسؤول الامريكي الثامية ديفيد شينجر فيما لبثت زوجة السفير الامريكية ملحفة صحراوية وقام وفد امريكي رفيع المستوى برئاسة مساعد كاتب الدولة الامريكية المكلف بقضايا الشرق الاوسط وشمال افريقيا ديفيد شينجر اليوم الاحد بزيارتنا لمقر القنصلية الامريكية العامة المرتبطة بالداخل وفدات الثياق وبحضور المسؤول الامريكي ديفيد شينجر مساعد كاتب الدولة الامريكية المكلفة بشؤون الشرق الادنى تم اعطاء الانطلاقة الرسمية لمنصة الداخل كوننكت للترويج الترابية للجهة وتشجيع الاستثمار العالمي بالداخل الانطلاق حضرها كذلك كل من والي جهة الداخل ودي الدهب لامين بن عمر وعامل وقليمي أوسرد عبد الرحمن الجوهري ورئيس الجهة ينجى الخطاطة ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين وستكون تمرة تعاون مغربية امريكية وجدير بالذكر بان هذه المنصة الرقمية الاولى من نوعها ستكون ممولة من طرف مكتب شؤون الشرق الادنى بوزارة الخارجية الامريكية بشراكة مع مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية والهدف الاساسي منها هو الدفع بالعجلة الاقتصادية والسياحية بجهة الداخل ولدهب وستكون المنصة فرصة لجذب المستثمرين الامريكيين واطلاعهم على المؤهلات الكبيرة التي تذخر بها مدينة الداخل خيبت الزيارة التي قام بها وفد امريكي بحر هذا الاسبوع للجذائر العاصمة افق انتظام خصوم المملكة اذ في الوقت الذي كانت تنتظر فيه جبهة البوليسار الانفصالية وحاضنتها الجذائر ان تنتزع موقفا امريكيا يحفظ ذماء وجههما صدمتا بتأكيد مساعد وزير الخارجي الامريكي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ديفيد شينجر من قلب العاصمة الجذائر ان مقترح الحكم الداتية الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يبقى الحل الافضل للنزاع وبعد فشل الجذائر في انتزاع موقف امريكي من الوفد الامريكي لثوظيفه اعلاميا وثياسيا اتجت الانظار صباح اليوم الى مدينة الداخل حيث حل ديفيد شينجر لتباحث مع المسؤولين المغاربة وافتتاح القنصلية الامريكية اليوم الاحد بمدينة الداخل وفي هذا الصدد اكد شينجر يوم الخميسا المفاوضات حول قضية الصحراء يتعين ان تكون في اطار مخطط الحكم الداتية الذي اقترح المغرب شارحا بالنسبة الى الولايات المتحدة وحدها المفاوضات السياسية بين المغرب والبوليساريو في اطار المخطط المغربية للحكم الداتية كفيلة بان تقود الى تثوية لقضية الصحراء واضافة حان الوقت للثير باتجاه حلول شجاعة بعد فشل المساعي السابقة وبحضور المسؤولين الجزائريين بين شينجر ان اعتراف الادارة الامريكية بثيادة المغرب على اقالمه الجنوبية هو مقاربة شجاعة ترمي الى ايجاد تثوية للخلاف حول الصحراء وفي ظل اقتناع الحاكمين في الجزائر بصعوبة التأثير في الموقف الامريكي او تغييره اكتفى وزير الخارجي الجزائري ثبر بوقدوم خلال مباحثاته مع ديفيد شينجر بدعوة واشنطن الى التزام الحيادة على الصعيدين الاقليمي والدولي في اشارة الى قضية الصحراء المغربية التي دخلت مرحلة جديدة منذ يوم الثالث عشر نوانبر الفائت مع استرجاع منطقة القرقرات ومع الاعتراف الامريكي يوم العاشر ججنبر المنصرم بالثيادة المغربية الكاملة على الصحراء واضاف بيان الخارجية الجزائرية انه جرت تباحث ايضا حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة من اجل الدفع بقضايا السلام على الصعيدين الاقليمي والدولي في اطار الحيادة الذي تتطلب تحديات الحالية قال السفير الامريكي في المغرب ديفيد فيشر انه فخور لكونه اول سفير امريكي يحط رحاله بمدينة الداخلة التي وصفها بالرائعة السفير فيشر وفي ندوة صحفية من داخل مقر القنصلية الامريكية بالداخلة برفقة وزير الخارجية ناصر بوريطة وديفيد شينجر مساعد وزير الخارجية الامريكية اكد انه سيشتري منزلا في مدينة الداخلة بالاعتراف التاريخي لرئيس مليون المتحدة الامريكية دونالد تروند عن سيادة المغربة للسحراء وانا افتخر اكثر كوني اول سفير امريكي يحط رحاله بهذه المدينة الجميلة شكرا على السحر ديفيد فيشر ذكر انه جد مصرور بالتواجد في الصحراء المغربية والداخلة تحديدا رفقة زوجة جينيفر مضيفا ربما سانتقل للعيش هنا واطلب من وزارة الخارجية ترحيل جميع الثفارات الى الداخلة السفير الامريكي بالرباط اكد ان ارتتاح القنصلية الامريكية بالداخلة تطلب ثنوات من الترتيبات مشيرا الى ان الادارة الامريكية منذ عهد بيل كلينتون دعمت مخطط الحكم الداتية في الصحراء كحل وحيد لتحقيق السلام وذكر الديبلوماسي الامريكي بان الرئيس دولان ترامب اعلن في دجنبر المنصرم عن اصدار مرسوم رئاسي يقضي باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على الكافة منطقة الصحراء المغربية واوضح انه خلال الشهر الماضي اقر الرئيس ترامب بما لا مفر منها واعلن ما هو واضح الصحراء مغربية والمغرب لديه الحل الوحيد العادل والدائم لتثوية مصر الاقليم من خلال الاشارة الى مخطط الحكم الداتية الذي قدمته المملكة واضاف نحن هنا اليوم لتنزيل اعلان الرئيس ترامب على ارض الواقعة من خلال توسيع نطاق حدور الحكومة الامريكية بشكل اكبر في الاقاليم الشنوبية كما اعرب في شرعا خالص شكر للملك محمد الثالث لتفانيه الشديد في توطيد الصداقة الامريكية المغربية الذي كان ضروريا لجعل هذه الزيارة ممكنة واشار الى ان حكومة الولايات المتحدة قد اتخذت بالفعل خطوة نحو اقامة تمثيل دبلوماسية في الداخل وافتتحت قنصلية افترادية لها على الانترنت مضيفا ان هذه كانت الخطوة الاولى فقط وقال ان عملية فتح قنصلية جديدة ليست عملية نستخف بها مشيرا الى ان الداخل التي تمتلك مؤهلات واضحة لمستقبل افضل تستحق التزاما مماثلا لذلك الذي تم الالتزام به في الدر البيضاء حيث نقوم باستثمارات مهمة لبناء قنصلية جديدة رائعة تضاهي عدمة هذه المدينة وذكر الدبلوماسي الامريكي بان كل ادارة امريكية منذ بيل كلينتون دعمت مخطط الحكم الداتي المغربي كحل ناجع لتحقيق السلام واضاف ان الولايات المتحدة دابت على الاستثمار في مستقبل الاقاليم الجنوبية منذ ادارة باراك اوباما وبشكل اثاثي بفضل تمويل مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية التابعة لوزارة الخارجية التي تركز على خلق فرص الشغل وتقوية كفاءات المجتمع المدنية